أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا زي ما احنا معتادين نبدأ بالتوقعات اللي إلها علاقة أول إشي بالأسئلة بعض الأسئلة بنا نجاوب عليها وبعدين ندخل على توقعاتنا زي ما احنا معتادين ويريت أنه قبل ما ندخل أنه اللايك والكومنت والشغلات هاي اللي دائما نبتنحكها في البداية هذه شغلة منحب نذكر فيها طيب أول إشي بعتذر أنا من الجميع أنه في أسئلة بتيجي وأسئلة كثيرة وأنا ما بلحق أجاوب عليها إحنا عادة منأخذ ثلاث أسئلة أربع أسئلة خمس أسئلة اللي ما تتجاوز مدة الإجابات 10 دقائق لـ 12 دقيقة لأنه زي ما حكينا بقى منقدر نطول في الحلقة ففي أشخاص بيسألوا السؤال بيشوف ثاني يوم ثالث يوم ما نزلش الجواب بصري عاتب فيه وهو صديق عزيز ومن الأشخاص اللي أنا بحترمهم فمستحيل أني أنا أشوف تعليقك وما أجاوب عليه ولكن أنه بكون في حد سأل سؤال قبلك لأني أنا بمشي من الأقدم يعني مين اللي سأل؟ من أول ما بلشنا إحنا بالأسئلة بنتقي الأسئلة اللي بيكون فيها فائدة فتعتبوش علي وتزعلوش مني ياريت لو فيه إمكانية أني أنا أجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله في الأيام القادمة يا ربنا بيسر الأمور نطلع حلقة بث مباشر لايف وشو السؤال اللي أنت بتسأله عليه منجاوب عليه وأحنا لايف يعني ما بيكون إلو علاقة بموضوع معين أو شيء فخلص هي لأسئلتكم وأجوبتكم ولكن هاي الأسئلة اللي إحنا بنجاوب عليها الآن هي أسئلة بتفيد علميا يعني بتستفيدوا منها علميا تستفيدوا منها كم معلومات تلاقوا إنه كل إشي مترابط يعني فيش إشي اسمه خزعبلات وإنه إشي أنا بعرفه أنتوا ما لازم تعرفوه عشان هذا سروا عشان هذا لا لا هذا علم لازم إنه الكل يتعلمو طيب خلينا عشان ما نطولش في المقدمة نشوف السؤال الحلو اللي نسأل إنه أنت ذكرت إنه لأبراج نقاط ضعف طباق الأبراج كيف ننعرف لا أنا رح أحكي لك كل الأبراج يعني مثلا الحمل حكينا إحنا إنه الرأس والوجه الآن دائما بنأخذ البيت السادس يعني غير هذا البيت الأول اللي هو برجك فمنأخذ إحنا البرج السادس ما بعدك فالبرج السادس ما بعدك لو عديت حمل، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، عذراء هذا بيت الصحة فمنشوف دائما أن نأخذ الأمرين هو كأساس أنت بتأخذ الرأس والوجه للحمل ولكن إذا كان طالعوا كمان الحمل بتأخذ البيت السادس معاه عشان تعرف أنت أكثر في الموضوع هذا فبتلاقي أنه مثلا العذراء عنده البطن وما يحوي الجوف اللي هي الأمعاء والكبد والبنكرياس هذولا نقاط الضعف اللي بكون لموليد برج الحمل واللي طالعهم حمل طيب اللي بكون برج الثور فمنيجي بنشوف العينين الرقبة، الأذان، الفم الآن السادس هو الميزان للي طالعهم الثور فمنيجي على الميزان بنلاقي الصلب اللي هي العمود الفقري منطقة الوركان الفخد بصير عندهم زي عرينسة شد عضل بصير مفاصل الحوت توجعهم مناطق الكلة، الظهر السفلة، شد عضل، والزائد الدودية طيب نيجي للجوزاء الجوزاء مثلا اليدان، الجهاز العصبي، الرئتان، الذراع الأكتاف، طيب اللي طالعهم جوزاء على طول الخط منيجي على المناطق التناسلية فمنيجي المذاكير، اللي هو الجهاز التناسلي، الفرج، المثانة طيب منيجي على السرطان السرطان مثلا نقطة الضعف عنده الصدر والجنبان والرجل والمعدة والكبد طيب اللي طالعهم السرطان منعد دائما سرطان، أسد، عضراء، ميزان، عقرب، قوس طيب القوس بيجي برضو عندهم الفخدان والردفان والساق العليا برضو هاي نقطة الضعف عندهم طيب الأسد، القلب والعمود الفقري والظهر والجنبان طيب السادس اللي هم شو؟ الجدي الركب، الأسنان، الجلد، العظام، وساق السفلة العذراء، البطن، العمعاء، الكبد، البنكرياس زي ما ذكرناها قبل شوي فبنيجي البيت السادس لإلو بيجددلو الساقان، السفلة، يعني أسفل من عنده الركب وتحت والكاحل طيب اللي بعده بنيجي مثلاً الميزان، الصلب، الوركان، الكلة، الظهر السفلة، الزائد الدودية البيت السادس اللي هو القدمان اللي طالعهم الميزان الأقدام لأنه الحوت بيكون بيت الصحة طيب نرجع من هنا منبلش من أول وجديد العقرب، قلنا العقرب المذاكير والفرج والمثانا البيت السادس إلو بنرجع هنا على الحمل، الرأس والوجه فبيعانوا من الصداع أو بيعانوا من شد عضل في أسفل الرأس من عنده الجمجمة ألام الرأس والوجه بأكثر كالأسنان مثلاً طيب نيجي على القوس، الفخدان، والردفان، والساق، العليا اللي طالعهم القوس بيجي على طول على الثور العيون، الرقبة، العذان، الفم، الفم بما يحوى الجدي، الركبتان، الأسنان، الجلد، العظام، الساق السفلة البيت السادس حكينا دائماً هو بيت الصحة فبنيجي من يقول الجدي، الدلو، حوت، حمل، ثور، جوزاء معناته اليدان، الجهاز العصبي، الرياتان، زي تحسس بصير عندهم، الذراع، والأكتاف، الدلو، الساقان، السفليان، من عند الرجول، والكاحل، حكينا من عند ستة، الدلو، الحوت، الحمل، ثور، جوزاء، السرطان، فمنلاقي برضو بعنو من الصدر، والجنبان، والرجول، والمعدة، والكبد، منيجي على الحوت، القدمان، طيب البيت السادس لهم، اللي هو الأسد، فمنلاقي القلب، العمود الفقري، الظاهر، الجنبان، هاي الأمراض اللي بتعرضوا لها كل الأبرج، فأنت بتأخذ برجك، تطلع عليه نكة نقطة ضعف، وبتشوف طالعك، وبتعد ستة بعدي، طلع طالعك جوزاء، طلع طالعك سرطان، طلع طالعك قوس، بتعد من عند القوس على طول، أو من عند السرطان، دول سرطان، هاي واحد، أسد، عذراء، ميزان، عقرب، قوس البيت السادس، شو اللي بيأثر على القوس؟ الفخدان، والردفان، وساق العليا، زي ما ذكرناها، هيك بتعرف أنت كل برج، وطالعه إيش نقاط الضعف اللي بيعانيه منها؟ السؤال الثاني، طيب، على ماذا نركز بأي كوكب أو زاوية حتى نتعلم منك عندما نسمع صحتك أو صحت غيرك بحاجة للرعاية؟ كثير منسمع هاي الجملة المبهمة، ولا كجزيرة شكر الله، هي مش مبهمة، أنا باختصر عليك عشان ما أحددش، ليش؟ لأنه هي زوايا السلبية إجمالاً، إذا كانت إلها علاقة بالمريخ أو بزحل، ما بين القمر وما بينهم، دائماً هذه إلها علاقة بالسلبية، فبما أنها سلبية، معناته بدأت تأثر، المهم هي البيوت، يعني لما باجي بقول بيت المتاعب بقصحتك أو صحت قريب لا إلك، ليش؟ لأنه هذه مرتبطة في البيت السادس وإلها علاقة في المستشفيات، طيب، لما باجي أنا على البيت الثالث مرتبطة فيك ومرتبطة في الإخوة والجيران، فعشان هيك بقول صحتك أو صحت أحد المقربين لا إلك، لما باجي على الرابع على الخامس يعني الأب والأم، الخامس بعطي غير الأب والأم بعطي الأبناء، السادس بعطي صحتك أنت، الثامن بعطي الشريك، صحت الشريك لا إلك أو أهل الشريك، يعني الموضوع مش سهل أني أنا أجي أشرحه لأنه هذا بتعلق بالصحة، فعادة أنا باختصق باجي بقول لك صحتك أو صحت أحد المقربين لا إلك، فهو معروف أنه في زاوية، الزاوية هي بتأثر على صحة المقربين، فما بدي أحدد أنا من المقربين عشان ما أتوه اللي بسمعني أو أخوف اللي بسمعني، فعشان هيك باختصرها لما باجي بذكرها بالطريقة هاي، سؤال، مرحبا دكتور، برج الجوزاء وطالع السرطان مهند، الجوزاء بيت متاعب السرطان، لما بسمع البرج بأخبار سعيدة بكون السرطان منتحس والعكس، بطلت أعرف أنا وين من كل هاي الأشياء، أفدني فتح الله عليك، طيب، أصديقي مهند العزيز، أول إشي لما منيجي إحنا منقول برجك وطالعك، أهم إشي أنت تميز مين المسيطر عليك أكثر، هو برجك ولا هو طالعك، يعني بتشوف أنت التوقعات، بتتابعها أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، قد ما بتقدر، بتشوف أنو اللي بتشوف غالب أكثر، هي التوقعات اللي بتنطبق على برجك، إذا انطبقت على برجك، معناته بتأخذ أنو بيت المتاعب، ماشي؟ إذا انطبقت على الطالع، بتأخذ من عند الطالع، يعني بتحسب من عند الطالع، ما تحسب من البرج، يعني أحسبها بالطريقة مين الغالب عليك، وخذ بتوقعاته، الآن لما بيجي مثلا، تيجي أنت بتشوف مثلا جوزاء وبيت متاعب، بيت متاعب السرطان، طب أنت مش عارف تأخذ السرطان، معناته بيت متاعب، ومعناته بدي يكون تعبان، لا مش شرط، ممكن أنت تأخذ للاثنين ويطلع مرتاح، لأنه على حسب الكواكب اللي موجودة بالأساس في خارطة ميلادك، هي اللي بتحدد أنو أنت بتكون تعبان، ولا ما بتكون تعبان، أو بيكون ضاغط عليك، أو ما بيكون ضاغط عليك، ترجع أنت بتشوف أنه هل لما بدخل الكواكب هاي لبيت لطالع عندي بشكل زوايا تربيع، إذا ما شكل زوايا تربيع خلاص انتهى الموضوع، هي أخطر إش زوايا التربيع، هلسه ماشي زوايا الاقتران والمقابلة على حسب الكواكب مع بعض، إلها تأثيراتها، ولكن الأصعب هي التربيع، إذا ما شكل التربيع، معناته لا تأخذ في، ممكن تسديس، تسديس معناته لازم يكون فيه إشي ممتاز، تثليث، معناته برضو إشي ممتاز، فعشان هيك، مش شرط أنك أنت تحسب على هاي الطريقة، احسب دائما على حسب الطالع عنه أقوى، هو طالعك ولا برجك، إذا ما عرفت، ارجع اكتب لي، ولي أنا ما فهمت، أو اشرح ليها بطريقة أدق، إن شاء الله رح أشرح لك إياها مرة ثانية بطريقة عملية، سؤال، أعرف إزاي من حضرتك، من وجود الكواكب، إزاي؟ طيب، الكواكب هاي لازم تفتح الخارطة الفلكية، في صندوق الوصف أنا حاط رابط لموقع بطلع الخارطة الفلكية، بتحط تاريخ ميلادك، بطلع لك كل الكواكب كيف كانت، وين كانت موجودة ساعة ميلادك، إذا ما بتعرف ساعة الميلاد، معناته مش رح تعرف الطالع، في شخص سألني أكثر من مرة، إنه لازم أعرف الدقيقة، والله إذا بتعرف الدقيقة عشان تحدد الدرجة بالضبط للكواكب، والطالع تبعك بكون ممتاز، الآن إذا ما عرفت، فإحنا بنوخذها على الأربع، يعني بمعنى ستة، ستة وربع، ستة ونص، سبعة لربع، سبعة، هاي أربع اسمها، إذا عرفت على هاي، يعني قربت المسافة، حصرت أنت الوقت، على الأعشار برضو بتحصر أكثر، على خمس دقائق بتحصرها أكثر وأكثر، إذا ما قدرت، خذها على ربع، ما قدرت خذها على نص، ولكن على ساعة لا تأخذها، عساة لأنه بتكون طلعت أنت من الطالع، أو ممكن جاوزت الدرجة الكبيرة، فما رح يعطيك النتيجة مية في المية، فعشان هيك، لأمل اللي سألت عن طريق هذا الموقع بتدخلي بالدخل تاريخ ميلادك، والبلد اللي أنت فيها توقيت صيفي أو شتوي، هو بيحدد لك القمر وين، والزهرة وين، والكواكب هاي كلها وين كانت موجودة؟ سؤال، من الأخ الدانية، الله يسعد أوقاتك دكتور الفاضل، طالما ترد على الأسئلة، أتمنى ترد علي، أكون ممنوتك برجي الجديد، ثلاثة كانون ثاني سنة 1991 بعد الساعة 8 المساء، أوكي، اتطمني لأنني سمعت أنه عنده زاوية صعبة ومربع مع المريخ وأورانوس وأطارد المتراجع، ياري تطمني الله يكون بوعنا الجميع، أول إشي هذا استباق للتوقع، إحنا ما بدنا ندخل في شغلات استباقية في أهدولة في ناس بتستبق على أنه عنده معلومات فبدو يخوف الموضوع، أول إشي بالنسبة للزاوية هاي، لما تحكي لي أنت ثماني المساء، ثماني المساء الطالع تاعك بدو يكون مش السرطان، بدو يكون بين الأسد ما يلا العذراء شوي، أنا هيك يعني مش حاسب الخارطة الفلكية، ولكن هيك المعتقد تبعها، لما تيجي تقولي أنه مربع بين المريخ وأورانوس، هاي لسه لا ينتقل المريخ أساسا على الأسد، ويصير عشان يشكل التربيع مع الأورانوس اللي موجود بالثور، شو دخل عطارد بصير؟ يعني عطارد طلع بره الموضوع، ماشي؟ ومتراجع، ولكن طلع بره التربيع، الآن احنا منركز على هاي النقطة، خليني أنا أحكي لك إيها بأريحي، الثور هو بيت العواطف بالنسبة لي، بيت الأبناء، بيت الحب، بما أنه أورانوس بدو يشكل زاوية التربيع، وهو موجود بالعشرية الأولى، في بأثر على موليد العشرية الأولى، هدول اللي منحذرهم، نقول لهم ديروا بالك على الأحباء، عواطفكو، خلافات ما بينك وبين الأحبة، أو خلاف ما بينك وبين الأبناء، بعدها منيجي منتطلع، بما أنه ديشكل مع المريخ التربيع، معناته برضو المريخ بدو يكون في العشرية الأولى لموليد الجدي، لأنه في الأسد بدو يكون في العشرية الأولى، منيجي منتطلع، طيب الأسد شو بالنسبة لي؟ لك البيت الثامن، الأموال المشترك، يدير بالك على العقود والأوراق والأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية، هاي أهم شغلات، ما توقع على عقود في أثناء الزاوية، الزاوية هاي بتستمر تقريباً خمس أيام، لا سبع أيام تقريباً، بيكون ذروتها، وبعدين بتبلش تخف، فعشان هيك، هاي الأمور الاثنين اللي أنتي بدك تنتابه إلها إلها، تراجع وطارد إحنا نبهنا منه، عشان ما نرجع إحنا نذكر، لأنه بما أنه بتراجع في الجوزاء، الجوزاء يعتبر البيت السادس، إله علاقة بالصحة، بيعمل نوع من أنواع التقلبات الصحية، وبرضو بيعمل التركيز الأهم على العمل، مش على الصحة، يعني بيسو مشاكل بالعمل، بخلافات ما بينك وبين المسؤول، خلاف ما بينك وبين زملائك بالعمل، بيركز على هاي النقاط، بعطلك بعض الأعمال، فما تخافي من الأمور زي ما بقوا، تربيع تربيع، لأ التربيع هذا أنا أحكي لك بصورة ثانية، الله يا ربي يستر على كل الدول العربية، زاوية هاي المريخ وإرانوس، بتدل على شيء عنيف، بيبلش آثاره خلال اليومين هذول، وهاي بتدل على فوضى، بتدل على مشاحنات، بتدل على شغلات عسكرية دموية شوي، فيها تفجرات وفيها تهديدات، وفي بلاد ممكن ترتفع وطيرة التهديد بشكل كبير، فعشان هيك هي بتخوف سياسياً، أو كثر ما بتخوف على الأشخاص، يعني هاي من عندي أنا حبيت أني أحكيها، ولا أني أنا بحبش أحكي الشغلات هاي مسبقاً، ولكن هيني حكيت لك إياها، وهاي رح تستمر مدة، وخصوصاً إنه برضو زحل بشكل زاوية تربيع، فالوضع، الله يستر من الأيام الجاي، إنهم قاعدين بفتعلوا في فتنة، والفتنة هاي فيها شيء كبير، بحق محمد، والمحمد إن شاء الله إنه ما بصير ولا أي شيء، شكراً لإلكوه، بكفي على هذا الجواب الأخير على هذا السؤال، خلينا نروح على توقعاتنا اليوم، طبعاً اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين سبعة حزيران سبعة ستة، القمر طبعاً رح يظل اليوم موجود في منزلة الدبران، ومبارح ذكرنا إنه هو في منزلة الثرية بده ينتقل للدبران، اليوم رح يكون في الدبران لأنه القمر حركته بطيئة، فرح يستمر في منزلة الدبران، نسعة 11 بالليل، ورح يظل لغاية ساعة الفجر وحدة وشوي، فبكرة نذكر الزاوية الثانية أو مكان تواجده في أي منزلة، وهي المنزلة حكينا هي سيئة، لا تصلح إلا للعداء والمشاكل، ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد، طبعاً القمر بما إنه موجود في الثور، فهنا منقدر نحكي إنه تأثيرات برج الثور هي اللي بتأثر علينا، فمنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا، وقل لما نبحث عن شيء جديد، يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً، وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق، في فترة وجود القمر في برج الثور، يستحسن البدء ببرنامج إدخار، ويمكن شراء عقار ما أو عقار ما، عقار يعني دواء، عقار يعني بيت، ويمكن شراء عقار ما، وقضاء وقت ممتع بالبيت ومشاهدة التلفاز مثلاً، أما بالنسبة للزوايا الفلكية، فعنا زاويتين فلكيات اليوم والثنتين سلبيات، أول وحدة يعني شوفوا منزلة سلبية، والقمر موجود رح يشكل زاويتين سلبيات، أول وحدة زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين أورانوس، وهذه رح تكون الساعة 37 دقيقة صباحاً، بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني، ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد، ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع، يعني شغلة سلبية، وقد يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض. أما بالنسبة للزاوية التي تليها، فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل، وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و 51 دقيقة صباحاً، يعني تأثير الزاويتين طول النهار. من واجه مصاعب عراقيل، تطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا، وأن لا نعتمد على الحضوض، بفتقن البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم، فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر. طبعاً بما أن القمر موجود في برج الثور، فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 8 و 6 بيبدأ في تمام الساعة 3 و 6 دقائق عصراً، وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 47 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الجوزة. أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال 26 يوم، في تمام الساعة 12 و 36 دقيقة بعد منتصف الليل، بيصبح 27 يوم، نسبة الإضاءة بتصير 13%. أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم، الشمس في الجوزة حتى يوم 21 ستة سعيدة بنسبة 60%. القمر في الثور حتى يوم 8 و 6 منتحس بنسبة 45%. عطارد في الجوزة بيتراجع حتى يوم 22 ستة منتحس بنسبة 40%. أما بالنسبة للزهرة في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 45%. المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45%. المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15%. أما زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشر منتحس بنسبة 40%. أورا نصف الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15%. نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15%. وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15%. وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل طبعا اليوم بيحمل معاه فرص لها علاقة بالمال وممكن تكون مفاجئة ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا. أهم شيء أنك ما تضيع الفرص ووظف طاقتك الذهنية لوضع حد للتساؤلات والالتباسات على أساس أنه ما تخلي نوع من أنواع الخلاف ما بينك وبين الأشخاص وحاول أنك تناقش بوضع وبما أنه القمر منتحس بنقول لك دير بالك على أموالك أو من المصاريف للزيادة أو تجارة بصرف بعض الأموال. برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبعمكم النشاط أكثر من الأيام الماضية بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا اليوم الحضوض رح تكون قوية والنتائج رح تكون حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك حاول أنك تطوي صفحة الماضي اليوم بترتفع عندك المعنويات مجددا عشان تكون هاي الفترة فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية تعتبر فترة جيدة خلال هذا الأسبوع يعني بتمدك بطاقة لمدة أسبوع عشر أيام طبعا بالنسبة لانتحاسته يعني شوي بتخليك هيك يسيطر عليك روح التشاؤم أو القلق من بعض المسائل برج الجوزاء يوم بيتطلب بينكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاول أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم اليوم بسود بعض الهدوء والملل وممكن مع الزوايا السلبية هاي تحسك بنوع من أنواع الضغط أو عصبيتك تفقد السيطرة على نفسك فتعصب بشكل مفاجئ حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان حاول أنك ما تدخل بتوقيع عقد أو تحسن أمر يعني هاي فترة فارغة من الطاقة والحظ فحاول أنك ما تراهن على الحضوض ميهائيا برج السرطان ابتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه حاول أنك تكثف ارتباطاتك قدر الإمكان باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر اليوم تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي ولكن اللي بنصحك من فيه حاول أنك تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية خلال اليوم لأنه ابتداء من بكرة القمر رح ينتقل وصير في بيت المتاعب فرح يضغطك شوي فحاول أنك تكون في فترة أمن برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون أيام متوترة نقدر نسميها هيك أو ممكن يكون فيها نوع من أنواع المواجهة أو يكون فيها ارتباط مهم ليش أن القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بهاي فترة توتر أهميش أنك تحاضر من العناد والمشاعر السلبية وحاول أنك ما تخالف القوانين برج العدرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برضو اليوم تطمئن خواطرك هاي الفترة جيدة وممكن ترغب بخود تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو على ثقافة جديدة أو على مجال ما تعتبر من أجمل فترات الشهر فحاول أنك ما تضيعها من إيدك برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة أو إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد فأهم إش إنك ما تغامر بموقعك حاذر من النزاعات حاذر من التذمر والتمرد حاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام فعشان هيك حاول تنتبه على أموالك برضو من فقد بعض مقتنياتك برضو يعني ممكن أنك تفقد شيء أو تنسى أنت وين وضعت شيء معين برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة أهم مش إنك تحاذر من تأزيم أي خلافات خلال الفترة هاي لأن القمر بما إنه مقابلك معنات طاقتك ضعيفة وبما إنه منتحس فعدوك بالفترة هاي أقوى منك فعشان هيك ما رح تقدر تدافع عن حالك ورح تكبر الأمور فعشان هيك حاول أنك تكون أو يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه أهم شيء تنظموا جدوى الغذاءكم وخدوا قسط كافي من الراحة بتلاحقك اتصالات وبتكثر المسئوليات وخصوصا العائلية والمهنية أهم مش إنك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك على التحمل لا تشك بنفسك هاي الفترة فيها انشغالات صحية بشكل كبير فحاول تهتم بصحتك قدر الإمكان إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجديد طبعا اليوم الحضوض أعلى من الأيام الماضية فعشان هيك اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم اليوم ومارسة نشاط فني أهم إش إنكم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات أهم إشيء اسعى لتلطيف الأجواء بهاي الفترة اليوم بتستعيد صفاء ذهنك وممكن تفاوض بمهارة كبيرة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية بالفترة هاي أن الأجواء مساعدة ولكن بما أنه بتراجع وطارد دقيق بالتفاصيل برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية والتفاهم مع أفراد العائلة أهم شيء إنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة شوي المسئولية كبيرة ممكن تكون على شيء إلو علاقة بالارتباط أو ارتباط مهم ما بجوز الفشل بالفترة هاي ولكن الفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية أو اهتمامات ممكن لقاءات دعوات الناس جاي يتسلم عليك يعني أو تتواصل معك إلها علاقة بالعائلة برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر وبرضو اليوم تتمتع بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم إشي إنك ما تسكت يعني حاول تسمع صوتك ولكن مش بعصبية ومش بحدية يعني اختصر واصيب المكان الصحيح عشان أنت تثبت رأيك مدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير فهاي الفترة نشطة وقوية جدا فيها فائدة كبيرة حاول تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر